سيد السامة لو بدأنا من قراءتك الخاصة النهاردة اسبوع على بدء الغزو غزو روسيا للأراضي الأوكرانية ماذا حقق من اتخذ قرار الغزو بوتين بوتين حقق؟ أنا بسأل أنا شخصين شايف أن بوتين خسر حتى لو انتصر في أوكرانيا حتى لو انتصر عسكرية حتى لو انتصر عسكرية وحتى لو غير الحكومة أنا أول ما سمعت أن بوتين خد قرار الحرب قلت يا خسارة كان قاعد باشا العالم كله بيأتي إليه بيأتي له الألمان بيأتي له الفرنسويين بيكلموا بايدن الوضع مرتبك في أوكرانيا العالم كله بيقول له ما في جدال الحروب والوضع ما خلاص يعني ففجأة ياخد قرار يعني أنه هو يخش على أوكرانيا كان يعني عشان ينتصر كان لازم يكون عنده رؤية واضحة للوضع في أوكرانيا أنا تصورت أني 30% من الشعب الأوكراني ممكن يكونوا مع الروس لأن اللغة السائدة الروسي الانفصاليين والأوضاع الموجودة في الداخل الهوى الأوكراني الروسي يعني ما تصورتش أنه ممكن يكون ناس في الجيش كمان مؤيدين للروس فكانوا يرفضوا الحرب ممكن ناس تطلع ترحب به لا ده هو حشد الشعب الأوكراني ضد روسيا حتى كانوا المتعاطفين معه أو اللي كان المتعاطفين حتى المتعاطفين أنا ما شفت رئيس الجمهورية السابق خرج على التلفزيون أربعه التلفزيون الفرنساوي وقال بيقيد الرئيس الأوكراني وبيوقف ضد الحرب ولابس لبس عسكري ووقف في الشارع وده كان روسي الهوى لا براشنكو ما كانش روسي الهوى اللي كان قابله لا اللي هو نوكوفيتش اللي كان في 2014 وانقلبوا عليه ده عايش في روسيا عايش إنما براشنكا ده يعني هو كان مرحاية ضد زيلنسكي ضد زيلنسكي ولكنه طبعا اللقطات اللي حضرتك أشرت لها شفتها فعلا هو لابس لبس عسكري حتى كان لابس لبس عسكري وبيحض الناس على المقاتلين ده صحيح فحشد الشعب الأوكراني كده بهذه الطريقة هو يتحمل مسئوليته الرئيس بوتين بهذا القرار أنا شخصيا شايف أنه مش استراتيجي قرار غشيم جدا طيب